اشتركوا في القناة السؤال اللي هو ما هو معيار السعادة من وجهة نظرك خلينا نتعرف على التعليقات اللي وردت والتي تتحدث عن السعادة وكما قلنا بأن مفهوم السعادة هو مفهوم نسبي كل شخص رح يتحدث عن وجهة نظره وشو نشوف هذا الموضوع الأخة حنان عباس تقول معيار السعادة من وجهة نظري هو أن أبقى أختم أمي كل عمري وأرضيها عني وترضى عن تصرفاتي لأنه برضاها عني رضا الله سبحانه وتعالى هي هاي سعاتي بالدنيا والآخرة إن شاء الله تكسبين رضاء الأم وبالتأكيد أجمل سعادة في هذه الحياة هو رضاء الأم إذا كانت الأم راضية رح نحصل على البركة ورح نحصل على التوفيق ورح نسعد بكل أمور حياتنا وهذا مو مبالغ هذا واقع والكل المتعامل مع هذا الموضوع رح يجد أنه بالفعل حتى أنه التحضين أثار سجوننا يعني الأم لما نذكر كلمة الأم ثير بداخلنا كثير من العواطف في بعض الأحيان ما عفضة سايرا وياش هذا الموضوع شايف الأم مرات أنه تقول هذا الموضوع لا تمشون به أو لا تشتغلون هذا الموضوع أو لا تسوي إحنا مصررين عليه سبحان الله دائما نقول أنه قلب الأم دليلها وبالفعل بعدين تثبت أن الأيام بأنه الموضوع الذي ذكرته وقالت لتقبلون عليه هو بالفعل يعني كان كأنه ماضي فهي حقيقة هي هي البركة بالبيض خلينا نكسب هذه الأرباح الله يحفظهم إنا يا رب يعني سيدات تسانتيني شنو معيار السعادة من وجهة نظري أقول لتش دعاءهم إلي وابتزامتها يعني هاي معيار السعادة أفراح الكضماوي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على محمد وأهل محمد اللهم صلي على محمد وأهل محمد تقول أفراح الله يسعدكم جميعا ويريح بالكم معيار السعادة الحقيقي هو القناعة بما يملك الإنسان ولا ينظر إلى ما يملك غيره التسامح والبعد عن المشاكل والتقرب إلى الله بذكره كثيرا والصلاة على النبي وآله اللهم صلي على محمد وأهل محمد لخصتها اليوم الأخذ أفراح يعني القناعة أهم شيء اليوم الإنسان يمتلك القناعة مهما كان اليوم الإنسان يعني حالتها المادية بسيطة لكن يمتلك القناعة تشوفيه رح يشعر بالسعادة وعكس أشخاص يعني يمتلكون ما شاء الله كثير من الثروة والمناصب لكن ما عندهم قناعة دائما مثل ما نقول بالعام نيعينهم على غيرهم نعم هذه يعني من الأمور اللي تسلب السعادة هايش كد ما يريد يوصل إلى مفهوم السعادة أصلا ما رح يوصل نعم ما رح يستمتع بالأشياء البسيطة يعني فعلا أدى ما يقال القناعة كنز لا يفنى أحسنتم أيضا هناك تعليقات من الأخت أفراح الكذماوي أفوا قرأت تعليقها أملي بربي تقول السعادة هي الرضا بما يقسمه الله لنا والحمد لله والشكر على كل حال أيضا أبو سعد المرياني يقول تحية لكم ولجميع العاملين في قناة كربلاء المقدسة وتحية لكم شكرا جزيلا نشكر لكم الصدق الأداء في برامجكم والبرنامج الصباحي السعادة أجملها الإيمان بالله ورسوله ثم الصحة والعافية والزوجين الصالحين لبعضهم بما يرطي الله والأخلاق المحترمة أحسنتم يا أخونا الفاضل نور الزبيدي تقول السعادة شعور داخلي يبعث على السكينة والطبئنين في القلب والسعادة تنقسم إلى أمرين الأمر الأول السعادة الدنيوية هي مؤقتة نظرا لما تحتوي حياة الدنيا من صعاب وحزن وألم المنظور الثاني السعادة في دار الآخرة وهي السعادة الحقيقية والخالدة حيث يحصل عليها المسلم الذي التزم بتعاليم دينه خلال الحياة الدنيا عندما تسيطر الأحزان على حياتك وتشعر بأنك غير قادر على الاستمرار تذكر أنه لا ملجأ لك غير الله فقد يكون كل ما أصابك بسبب ابتعادك عنه لذلك اسعى لتقوية روابطك الإيمانية من خلال الإكثار في الصلاة قيام الليل الصيام الزكاة الصدقات تلاوة القرآن والتسبيح سيشعرك هذا براحة البال والسعادة وتذكر دائما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم وأحسنت يا أخة نور على هذا التعليق اللي هي لخصتي مفهوم السعادة اليوم بوجهة مفهوم السعادة الدنيوية والسعادة في الآخرة أحسنتم أيضا من التعليقات التي ورد تحسين الكربلاء يقول التقرب إلى الله والقناعة وتحية لكم قناة كربلاء شكرا جزيلا لكم وأيضا غسق السميمية تقول إذا أردت أن تحيا سعيدا اربط حياتك بأهداف وليس بأشخاص أحسنتم يا أخذنا الفاضلة فعلا لما نكون نربط حياتنا بأشياء محددة بأشياء مادية رح ممكن نكون يعني تكون حياتنا غير سعيدة باعتبار أنه الأشياء ممكن تتغير والأشخاص ممكن يتبدلون فأنا ما ممكن أنه أربط سعاتي خلينا نعتبر كل الأشياء المادية خلينا نقول هذه هي عبارة عن وسائل نحيا بها ولكن هي مو أصل السعادة خليكون دائما عدنا أصل للسعادة اللي هو أساسا خلينا نقول أنه شيء خلينا نقول معنوية أكثر لهذا نقول أنه الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو ممكن أستمد من عنده الطاقة والسعادة اللي هي مائلها حدود خلينا نقول صحيح لكن اليوم السعادة الحقيقية اللي يستطيع الإنسان المسلم أن يعملها يعني خلال اليوم الأربع وعشرين ساعة لما ندخليني اليوم راسك على المخدم وإتي مظالمة أحد وإتي مأدية فروض الصلاة اليومية وإنت مشايلة غيبة أو نميمة أو حاسدة أحد على مالة أو جاهة أو منصبة هايش السعادة الحقيقية عندما اليوم تربطين يعني ساعات تج بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نحن دائما نقول إذا ضاقت بنا الصدور عليكم بزيارة القبور هنا نحن القبور عندما نزورها قبورة أمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين دائما عندما تضيق نفوسنا يضيق صدرنا خصوصا أحنا في كربلاء المقدسة وين نلتجه نلتجه إلى مولاي الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام نشعر براحة دائما أحنا حتى يعني هاي دائما نرددها العبارة عندما ندخل في الصحن الشريف نؤدي الزيارة والصلاة دائما شو نقول؟ نقول الله كأنما أنا قاعدة بالجنة صحيح؟ لا إراديا تقولين هذه الكلمة هي بالفعل يعني هي ضاقة إيجابية موجودة في ذلك المحام نعم الإمام من السعادة تشعرين بها فالحمد لله والشكر دائما نقول اليوم على نعمة الإسلام اللي أنعمها الله بها علينا يعني هذه نعمة الآن اللي تحدثت بهذا كل نعمة بعتبار أنه أنت اليوم تستشعرين السعادة بهذه الأمور صح البعض ممكن يكون موفق إلها وموجودة في حياته ولكن هو شون الفائدة إذا هي موجودة كل هذا النعم هو ما يقدر يشوفها فإحنا دائما نقول اللهم نور بصائرنا يعني نور البصر ممكن أشوف الأشياء ولكن نور البصيرة يخليني أستمتع بيها صح ممكن اليوم شخص يسمعنا ويكون مضجور من حياته ممكن تكون أمور المادية خل نقول بسيطة وقليلة ولكن هو ما يلتفت إلى السعادة نعمة العافية اللي موجودة عنده شوكت رح يسعر بيها؟ صحيح والله يشعر بيها لمن يكون مثلا لمن يفقدها نعم يبدأ أنه يشعر بالسعادة لمن فقط ترجع لها صح يعني هذه أجزاء الجسم اللي موجودة هذه الصحة سلام في الأبناء دائماً أهل قبل شي يقولون سوزان مثل أهل قبل كل أمثالهم جتي عن دراسة وحكمة صحيح يقولون لا تباوع الأعلى منك دائماً باوع اللي أقل منك نعم إحنا إذا دائماً باوعنا الأعلى مننا ما راح نوصل إلى مفهوم السعادة بس دائماً خلينا نشوف اللي أقل مننا نقول الحمد لله والشكر أقل مننا مو فقط بالمادة أهم شيء العافية راحة البال كل ما نمتلك إذن اليوم مشاهدين الكرام إذا أردنا أن نصل إلى مفهوم السعادة الحقيقية أن نتقرب أولاً إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون ارتباطنا وثيق برسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كل إمام من أئمة أهل البيت إلى قصة هذه القصة إذا أريد نبحر في مواضيعها كلها تدل على السعادة تأطينا طاقة إيجابية إذن دائماً نقول الحمد لله والشكر على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا نتمنى السعادة للجميع وخصوصاً لكل من يشاهد صباح كربلاء ترجمة نانسي قنقر